في مكان على الكرة الأرضية وينما نتفرج حوالينا بكل الاتجاه جنوب أنا القرشي حقائق في دقائق كلنا منعرف أنه في قطبين للكرة الأرضية قطب شمالي وقطب جنوبي على القطب الشمالي إذا وقفنا كل الاتجاهات حوالينا بتكون جنوب وإذا وقفنا على القطب الجنوبي بتكون كل الاتجاهات شمال هدول القطبين وهدول النقطتين موجودين على محور دوران الأرض حوالي حال هاي الأقطاب اسمها أقطاب جغرافية لأن كل خطوط الطول تتلاقى بهذه النقطتين ولأن الأرض تدور حولين حالها فلب الأرض يعمل مجال مغناطيسي كبير بغطيها كاملة وكل مجال مغناطيسي له قطبين شمالي وجنوبي هذول القطبين اسمهم أقطاب مغناطيسية وهيك في عنا نوعين من الأقطاب أقطاب جغرافية وأقطاب مغناطيسية إذا مسكنا بوصلة بتفرجينا وين الشمال المغناطيسي مو الشمال الجغرافي الشمال الجغرافي هي نقطة موجودة على الكرة الأرضية ما بتتحرك أبدا أما بالنسبة للشمال المغناطيسي فهي بتتحرك حوالين الشمال الجغرافي تقريبا 40 كم كل سنة وهذا الحكي بيعتمد على المجال المغناطيسي للكرة الأرضية هذا الاختلاف بين الشمال المغناطيسي والشمال الجغرافي بيجبر أنظمة الملاحة بالطيارات والسفن تعمل تصحيحات بين فترة والتانية عشان نصلحوا هاي المشكلة وهيك منكون يعرفنا إيش الفريق بين الأقطاب الجغرافية والأقطاب المغناطيسية إذا عندكم أي سؤال عن الموضوع اسألوني تحت بالكومنت وإذا حابين تعرفوا أكثر تابعوا قنوات تقس العرب